صباح الخير ولماذا يوجد عدد الكثير من الأشخاص بفيتامين B12؟ دعنا نعرف عن الفيتامين هذا وما هو وظافه في الجسم هناك الفيتامينات بشكل عام تنقسم لنوعين هناك الفيتامينات بالدوب بالدهون وفيتامينات بالدوب بالمي هذه المجموعة الأساسية للفيتامينات الفيتامينات التي تدوب في المي هم مجموعتين أساسية في عنا فيتامين C وكتير حكينا عنه بحلقات وأكيد رح لنواعي خاصة هلا لما يجي الصيف وتكسر يعني يكسر من الأكل موجود فيه فيتامين C والمجموعة الثانية اللي هي مجموعة فيتامينات B مجموعة كتير كبيرة من الفيتامينات واحد منهم البي 12 بي 12 يعتبر من الفيتامينات اللي نسميها ذائبة بالمي عنده وظائف كتير كبيرة بالجسم من أهمها اللي هو مهم لتصنيع المادة الوراثية بالجسم اللي هو الـ DNA كمان مهم للجهاز العصبي بالجسم لأنه نقصه بيأثر على الجهاز العصبي كمان مهم لخلايا الدم الحمراء خلايا الدم الحمراء اللي هي الخلايا الموجودة في الدم ووظيفتها تنقل الأكسجين لكل خلايا الجسم اللي هو طبعا بدخل فيه الهيموغلوبن اللي هو منسمعه دايما لما نعمل فحص دم نشوف الهيموغلوبن واطي بقولك يمكن أنه يكون عندك نقص حديد فالبي 12 كتير ملتبط بخلايا الدم الحمراء كمان لها دخل كتير كبير في إنتاج الطاقة هلا أهم مصادر البي 12 طبعا احنا بختلف الاحتياجات في احتياجات الكبار بتختلف عن الأصغار عادة الرجال الكبار والسيدات احتياجاتهم اليومية 2.5 ميكروغرام من البي 12 يوميا الصغار طبعا بتكون أقل يعني ممكن يكون 1.5 و 1.2 على حسب الفئة العمرية فإحنا بنقدر ناخد البي 12 من المصادر الحيوانية يعني أهم مصادر للبي 12 عندنا المصادر الحيوانية هلا رح نستعرضها واحد واحد وكمان في عندنا الحليب ومنتجاته ولكن للأسف لا يوجد في المصادر النباتية وهي مشكلة من المشاكل الممكن تؤدي لنقص بالبي 12 خلينا نشوف عنا هون عناصر غذائية مختلفة غنية بالبي 12 في عنا الجاج بأنواعه طبعا كمان البط وغيرها يعتبر من المصادر الغنية بالبي 12 ففي عنا هون صدر جاج تقريبا وزنه 120 جرام بيغطي الاحتياجات وزيادة احنا قلنا بدنا ناخد يوميا 2.5 ميكرو جرام من البي 12 يوميا فإذا بناخد احنا صدر دجاج يعني هذا بيغطي الاحتياجات وزيادة يعني احنا إذا أخذنا تقريبا نص هذا الجاج بيعطيك هاي الكمية كافية بس إذا أكتر زي هاي الكمية بتعطيك أكتر من احتياجاتك اليومية نيجي للمصدر الثاني من البي 12 مصادره اللحوم بأنواعها لحوم الحمرة وأكتر إشي الكبدة يعني الأشخاص اللي يعانوا من النقص بالبي 12 مش غلط ياخدوا الكبدة مرة بالأسبوع لأنها غنية بكتير من المعادن والفيتامينات ومن أهمها البي 12 فعنا هون كمان 120 جرام من اللحمة مثل اللحم الحمرة أي لحمة لحمة عجل هاي بتغطي الاحتياجات وزيادة من البي 12 مصدر ثاني مهم جدا اللي هي الأسماك بأنواعها عندنا سمك التونا سمك السالمون سمك السردين مثلا عندي هون هذا كمان تقريبا أكتر من 120 جرام بيغطي الاحتياجات وزيادة من فيتامين بي 12 نيجي لمصادر ثانية اللي هو الحليب ومنتجاته عندنا الحليب خال الدسم قليل الدسم أكيد بتقلي النسبة يعني لأنه بتعرض الحليب عادة الحليب الطازج إحنا لما ناخده بتودى للمصانع بيسير له عملية تعريض للحرارة اللي هي البسترة وهاي البسترة اللي هي ضرورية لقتل البكتيريا الضارة عشان نقدر الحليب إحنا نشربه فعادة الحليب إذا كان باودر جاف أو إذا كان طازج زي هيك أكيد معرض لحرارة عشان نقدر نستهلكه فبتقل نسبة البي 12 أكيد يعني مش زي اللصوم ولكن كوب من الحليب يعطيك تقريبا ربع احتياجاتك من البي 12 فمش غلط إذا أخذنا إحنا وهو ضروري ناخد إحنا تقريبا من كوبين لتلاتة في اليوم من الألبان إذا كان حليب لبن عشان يغطي مش بس البي 12 يغطي عندنا الكالشيوم خاصة إذا كان الحليب هذا منعم بالفيتامين دي بيعطيك فيتامين دي كمان عندنا البيض الأجبان كمان فيها بي 12 بكمية أكيد أشوي أقل من المصادر الحيوانية هلا المشكلة اللي بتكون اللي هو عندنا في المصادر اللي موجود فيها البي 12 قلنا المصادر النباتية ما فيها بي 12 ولكن موجود فقط في المصادر الحيوانية بس إحنا كتير بسمعها إنه إحنا منأكل جاج ولحم كتير كل أكلنا عبارة عن جاج ولحمة ليه عم بكون عندنا هاي المشكلة في نقص البي 12 عشان نفسر لكم السبب رح نحكي شوي كيف بصير عندنا الاستفادة من هذا الفيتامين بالجسم إحنا لما نأكل مثلا أكلنا قطعة لحمة أو أكلنا قطعة جاج فيها بروتين بيجي البي 12 بالمصادر الحيوانية أو بالأكل مرتبط بالبروتين فلما يرتبط بالبروتين بوصل للمعدة في عنا حموضة بالمعدة هاي الحموضة في المعدة لها كتير وظائف ولكن لها دور كتير كبير في تحرير البي 12 يعني بتكسر هذا البي 12 ارتباطه بهذا البروتين بعد ما يتكسر طبعا عندنا ارتباط هذا البي 12 بالبروتين بوصل لأمعاء احنا بعد المعدة في عنا الأمعاء أول جزء من الأمعاء بكون من المعدة بنفرز مادة بنسميها الانترينسيك فاكتر مادة ضرورية لامتصاص البي 12 يعني وصل هالبي 12 مع البروتين الموجود في الأكل بعد ما هضمناه وتكسر للمعدة بنفصل هالبي 12 بارتبط بمادة بنسميها الانترينسيك فاكتر وهي لما توصل للأمعاء عشان نقدر نمتص البي 12 فهون تبدأ المشاكل يعني إذا عندنا شخص عنده مشكلة في المعدة أو عمل عملية قسل المعدة اللي هي عمليات مثلا تخفيف الوزن أو عنده مشكلة في إفراز الحموضة أو عنده مشكلة في الانترينسيك فاكتر وهاي عبارة عن حالة طبية في عندنا بعض الأشخاص بنصابوا بنوع من فقر الدم منسميه البرنيشيس أنيميا نوع من فقر الدم هذا عبارة عن مرض مناعي شو بيعمل هالمراض المناعي؟ عادة الجهاز المناعي بالجسم وظيفته يحارب البكتيريا والجراثيم اللي بتدخل اللي هي خارجة من الجسم فبالأمراض اللي منسميهم إحنا الأوتو إيميون ديزيز أو الأمراض المناعية بيصير الجهاز المناعي يهاجم خلايا معينة في الجسم فبهاي حالة الفقر الدم أو منسميها البرنيشيس أنيميا الجسم أو الجهاز المناعي بيصير يهاجم خلايا اللي بتفرز مادة الانترينسيك فاكتر اللي بترتبط بالبيتولف فطبعا هدول الأشخاص ما عندهم انترينسيك فاكتر فبتلاقيهم نزل عندهم البيتولف عندهم نقص بياخدوا مثلا إبر برتفع البيتولف ترجع ما بتنحل المشكلة فهدول الأشخاص عادة طبعا مع الطبيب لما يتشخص الحالة الطبية بدهم ياخدوا بيتولف مكملات مدى الحياة عشان يقدروا يحصلوا على البيتولف فأهم شي نعرف إحنا التشخيص وطبعا هذا بيكون مع الطبيب إذا الشخص عنده أي مشاكل في المادة أو عنده دايما نقص حديد مثلا بالبيتولف بالنقص حاد متأسفى بي البيتولف لفترات كتير طويلة يعرف مع الطبيب شو المشكلة اللي عنده لأنه في بعض الأشخاص بحاجة لا مكملات عادة إذا كانت عن طريق الحبوب أو عن طريق الإبر مستمر لمدى الحياة عشان يعالجوا مشكلة نقص البيتولف فهذا هو اللي إحنا منحكيه فإشي تاني كمان بدنا نعرفه الأشخاص اللي هم كبار السن يعني عادة نقص البيتولف بيكون كتير عند الأشخاص الكبار بالسن بعد عمر مثلا الخمسين تبدأ إنه يصير عنده بعض المشاكل في نقص البيتولف فعندنا هلأ ممكن ناخد يمكن اتصال أو اتصالين إذا حدا عنده أي سؤال بخصوص البيتولف بقدر أخذ بعض الاتصالات حاليا بآخر مدة من الفقرة إذا عندكم أي سؤال عن بيتولف بتلاقوا الأرقام موجودة أسفل الشاشة خلينا نكمل الموضوع فكنا نحكي إنه بالنسبة لكبار السن بعد عمر الستين مش غلص نتأكد إذا كانوا بيعانوا من بعض المشاكل العصبية العصبية زي نمنمي بالإجرين في الإيدين تعب وإرهاق يتأكدوا من مخزون البيتولف عندهم وعادة كمان الأشخاص اللي هم يغذاءهم نباتي يعني في النباتيين اللي هم يسميهم فيغانز اللي هم كمان ما بياخدوا الحليب والبيض وكأي إشي من المصادر الحيوانية هدول معرضين أكتر يعني إذا واحد بدأ بي نظام نباتي قرر إنه يصير نباتي اللي ينتبه إنه بعد 4-5 سنين هو معرض أكتر لا الإصابة بنقص البيتولف فعادة لازم ياخدوا مكملات دائمة عشان ما يصير في عندهم نقص بالبيتولف بيتولف ممكن يكون موجود في بعض المصادر النباتية زي حبوب الإفطار المدعمة يعني هلا صار في عندنا بالأسواق حبوب إفطار مدعمة أو كتير من الأغذية زي هدول بتيجي شوي مدعمة بالبيتولف ممكن ياخدوا نسبة من البيتولف الموجودة فيها إذا هذا الشخص لا بياخد لا حليب ولا بيض ولا أي إشي من اللحوم ولا الأسماك معرض بشكل كتير كبير للإصابة أو الأشخاص كمان اللي بياخدوا اللي هي المواد اللي بتقلل من حموضة المعدة معنا اتصال أنور مرحبا أهلا وسهلا صباح الخير صباح الورد أهلا يا أنور يعطيك العافية الله يعافيك أغلبك أنا عندي بس استفسار عن أنت هلا عم تحكي عن انخفاض البيتولف أوكي أوكي أنا عندي عمتي تمام عمرها 62 سنة أوكي أوكي عندها ارتفاع بالبيتولف أوكي حالي كتير أوكي هلا عندها ارتفاع عندها مشاكل تانية؟ هي بتاخد حبوب لفترات طويلة كانت تاخد حبوب؟ بصراحة ما عندي فكرة بس هي حكت معنا هلا وحكت لأنه نسأل عن الارتفاع البيتولف أوكي هلا رح أجعبك عندك أي سؤال تاني؟ لا شكرا بحياتك يا سؤال أحيانا بصير في عنا ارتفاع بالبيتولف ناتج عن تناول مكملات أو الحبوب يعني مرات في شخص بكون عنده نقص حاد بالبيتولف بعدين بصير ياخد إبار أو مكملات يعني في عنا مكملات موجودة اللي هي بتكون عدة فيتامينات معينة فإذا ناخدها لفترات طويلة لأنه شوي بيخزب بالجسم فممكن يرتفع البيتولف فبدها توقف إنه استخدام هاي المكملات أو الإبر عشان ما يكون في عنا ارتفاع عالي جدا بالبيتولف مرات في بعض الحالات الطبية بدت تتأكدون طبيبها إذا عندها أي مشكلة تانية ولكن على الأغلب بيكون من المكملات في اتصال تاني أوكي هلو 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 مين معناه اتصال أوكي تمام ما في مشكلة خلينا نكمل هلو بالنسبة لحد ما يجينا الاتصال التاني لنقطع شكله أجا ونقطع فبدنا ننتبه طبعا للمكملات دائما حكينا في أشخاص بحاجة لمكملات من البيتولف مدى الحياة إذا كان عندهم مشكلة صحية طبعا هذا الطبيب بيحدده مش إحنا منحدده معنا إم حسن هلو صباح الخير حبيبي صباح الورد أهلا يا عمري أنا عندي من فترة من سنتين بنزل عندي الفيتامينات والبيتولف بصير عندي ميو وأرقين وميو وخمسين الصوت شوعي واطي لو نعلي الصوت مسامعتك إم حسن عندي قبل سنتين بطلع بنزل الفيتامينات دفعة واحدة مع البيتولف بصير عندي البيتولف ميو عشرين وميو ثلاثين بطلع أربع ميو بنزل دفعة واحدة البيتولف أصدك البيتولف والفيتامينات نعم البيتامينات كيف ترتفع بترتب الكالسية مثلا بطلق البنزة بصير باطي اوكي انتي عندك مشكلة صحية انا عندي ضغط اوه وعندي شوية مشكلة في المعدة عندك مشكلة بالمعدة نعم اوه وعندي يعني اضغط خفيفة يا توصف يعني اوكي وعندي البيتولف يعني قبل ستة الشرف احصته كان مية وعشرين مية وعشين على الحفة البيتولف اعم اوكي اذا عندك مشكلة في المعدة يفضل تراجع طبيبك لانه زي ما كنت مشرح قبل الاشخاص اللي عندهم مشاكل في المعدة قرحة اي مشكلة في المعدة او ممكن يكون زي ما حكينا نوع من الفقر الدم اللي حكيت عنه قبل شوي طبعا هذا بكون التشخيص من الطبيب اذا دايما في عندك نقص بدك تستخدم المكملات اكيد مننا نركز على الاكل اللي حكيته قبل انا الغنيبي البيتولف زي اللحوم البيض الحليب الحليب المدعم وغيرها بس اذا دايما بطلع وبرجع بنزل اول اش ديك تعملي تستشيري طبيبك يشوف شو هي المشكلة بالضبط اللي عندك على الاغلب لانه عندك مشكلة في المعدة فرح تأثر على كتير من الفيتامينات زي الحديد والبيتولف ووقتها بيحدد لك الطبيب الجرعة اللي انت لازم تاخديها او اذا كانت ابر او اذا كانت حبوب بس على الاغلب من مشاكل المعدة بيؤدي لهذا النقص عندك اي سؤال تاني راح الاتصال اه سمحتك اه هلو اه اهلو 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 تفضلي اه انا ببسطبش لحليب ولا بيض بوكل ولا سمك ولا لحوم ولا اشي بتاكلي من هدول ولا اشي حتى اللبنة هاي اللي في اشي بتغل فيه حليبة ما بوكله ما بتقدري تاكلي اوكي اذا على الاغلب اذا انت ما بتاكلي اي اشي من هدول وعندك مشاكل في المعدة تبي حاجة لمكملات بحاجة لمكملات يعني لازم تروحي ام حسن عند الطبيب عشان يوصف لك الجرعة المناسبة عادة بتكون الف لا الفين مايكروغرام الطبيب بيحددها وعشان انت دايما تصيري تستخدميها بجرعات الصحة ما تتضرب مع ادوية كمان فبدك تأكدي من طبيبك ولا يهمك اهلا وسهلا بالنسبة لبي تولف زي ما حكينا كتير موضوع المكملات اشي كتير كبير ما بدنا نستخدم مكملات من غير دايما ما نستشير طبيب من غير ما نعرف عنا اي مشاكل فبهاي الفقرة حاولت اد ما بقدر اعطيكم معلومات مهمة عن بي تولف ووظائفه بالجسم اعراض نقصه قلنا بتسوي نملمة وتعاب وبتأثر على الجهاز العصبي فاذا بتعانوا من اي مشاكل او مش عارفين اذا عندكم نقص وليش عم بكون دائما حاد يفضل اجراء الفحوصات واستشارة الطبيب شكرا لكم متابعتكم نلاقيكم بفقرة جديدة من فقرات التغذير اشتركوا في القناة